الرب يبارككم ويحفظكم أخواني وخواتي الأعزاء بيتك تعبير الله قوة البركات في البيت تجير بيت شراء بيت الاستقرار في أي بيت فهذا البيت يحتاج أن تباركه باستمرار هناك المثل العربي الذي يقول الجدران لهوذان فالبيت له إحساس وله شعور وله عواطف أيضا لا تقوم بترديد الكلمات السلبية والمشاجرات العائلية في بيتك لا تقوم بإعطاء شعور أن مصاريفك غير كافية وأنت غير راضي على وضعك وبيتك صغير جدا وتريد أن تنتقل أو تهرب منه لصغر حجمه البيت يحتاج محبة ويحتاج بركات كأي شيء آخر في الكون البيت هو تعبير الكون البيت هو طاقة كونية كلما تبارك بيتك فالبيت له قدرة كبيرة على تغيير ظروفك أيضا ولو تفكر في الانتقال إلى بيت معين تباركه هذا البيت الآن تحبه الآن وتقول هذا البيت ينتظرني بلهفة تبني صور وأنت مستقر بهذا البيت الذي تود أن تنتقل إليه تبني صور إن البيت سعيد بك وأنت سعيد بهذا البيت أيضا قبل أن تؤجره أو قبل أن تشتريه اذهب إلى المنطقة التي فيها هذا البيت وتوقف أمامه ولو تستطيع الدخول فيه وترش ماء فيه وتباركه وتقول أنت ضوء الكون أنت محبة الله والرب يباركك أنا أحبك أشكرك لأنك تستضيفني أشكرك لأنك تباركني وتبارك عائلتي تجعل عواطفك مليئة بالمحبة باتجاه هذا البيت وباستمرار وقبل أن تنتقل إليه تباركه وتقول امتلئ بضوء الكون امتلئ بطاقة حب الكون أنا وأنت واحد أنا وأنت نعيش المحبة الكونية والسلام والأمان الكوني هنا ماذا يحدث؟ البيت سوف يسحبك إليه الكون سوف يتحرك ليجعلك تستقر في هذا البيت وممكن الكلام التالي الذي سوف نقوله يصدمك عندما تسمحه أو تقرأه نقول أن البيت الذي تريد أن تنتقل إليه سوف يطلب من الكون أن يفتح الظروف في أن تنتقل إليه السبب نقول هذا لأن البيت يفكر البيت يحس ويشعر ويفهم لتجد نفسك بعدها في بيتك الجديد هذا بيتك الحالي تبارك باستمرار تبارك كل غرفة فيه تبارك الأثاث الذي في البيت وفي الصباح وأنت تنهض تقول الرب يبارك بيتي أنا أمتلئ بكل الفرص العظيمة اليوم وكل يوم أشكرك يا بيتي لأنك تعيش معي حياة الحب والسلام والفرح مرة أخرى نقول أن البيت يرى ويشعر ويفهم أيضاً اجعل محادثاتك في بيتك حول الكثرة وحول الحب والسلام أضحك في بيتك كثيراً كثيراً أوقد شموع فيه باستمرار باركه باستمرار اعشق حياتك وأنت تعيش في بيتك الحالي أفرح كثيراً وقول ما أجمل بيتي ما أجمل حياتي في هذا البيت قول كل شيء في بيتي يعيش الحب والسلام كل شيء في بيتي سعيد بوجودي لا تملأ بيتك بوعي الحزن ووعي الخوف والقلق املأه بالحب وبالأفراح تكلم وأنت تعيش فيه كلام الحب والشجاعة والثقة بالنفس اجعل محاوراتك كلها مليئة بالطموح لا تجعل محاوراتك فيها وعي أو فكر يشير إلى قلة في المال وصعوبة في الحياة بيتك يحس بأفكارك بيتك يشعر بك فبيتك يبحث عن السعادة أيضاً بيتك يريد أن يعيش سعيداً بيتك تعبير الله بيتك جزء منك بيتك جزء من الكون كلنا واحد